نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة ترو كونفيدينز الأمريكية في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ما أدى إلى نشوب الحريق فيها وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم وأن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة